أهم البرلمان وأبرزها رفع انشغالات المواطن إلى السلطات العليا ومن خلال برنامجنا من قلب البرلمان نحاول التطرق إلى أكبر عدد من انشغالات المواطن والمشاكل التي يعاني منها سواء داخل الوطن أو خارجه وكذا تقريبهم يمثله في قبة البرلمان تحية لكم مشاهدين ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الأسبوعي من قلب البرلمان نحن اليوم في ضيافة نائب المجلس الشعبي الوطني وأسد سيدي بالعباس النائب مير محمد شكرا للاستضافة على قناة أنوان النائب مير محمد الدائرة الانتخابية سيدي بالعباس ولاية بخمسة عشر دائرة واثنى وخمسين بلدية ولاية عريقة بماضيها وتراثها وللأسف حاضرها أسوأ من ماضيها ومستقبلها لا يزال مجهولا بالنظر للتهددور الذي يمثها في أغلب القطاعات باريس الصغرى التي كانت أجمل مدينة في الجزائر سنة 1987 هي اليوم للأسف حدث ولا حرج ما تعليقكم سيدي؟ شكرا والله ما تطرقت له في بداية هذه الحصة أولا أنه بالعباس كانت معروفة باريس الصغيرة وكما تطرقت أنا سابقا أنه ماضيها أحسن من حاضرها إلا أنه نظر لي مرور بعض الاختلالات على هذه البلدية ومتخفش عليك أنه تم في الخلال التعديل الحركة الجزئية الأخيرة التي مست وليد شديب عباس أين تم تنصيب ولي جديد على هذه الولاية أين تم أعطاء قفزة نوعية في إطار البرامج التي كانت تقريبا غير منطلقة على مستوى خاصة بلدية بلعباس مركز ببعية المزل الشعبي البلدي الذي انتخبه في العهدة الانتخابية 2021-2016 ما تخفش عليك أنه بالعباس في العهدة السابقة كانت بعض الاختلالات في المزل الشعبي البلدي أدى إلى عدم انطلاق بعض المشاريع وعدم تدور أنه تم تعيين متصرفين لإدارة هذه المجلس أثار نوعا على هذه البلدية ومتخفش عليك أنه مدينة سبل عباس نظرا للموقع الاستراتيجي الهام الذي يربطها بثمان ولايات إلا أنها تحتاج إلى قفزة نوعية في إطار خاصة في شبكة طرقات أنا متخفش عليك أنه بوليات سبل عباس لم يتم ربطها بالولايات إلا ولاية وهران بالطرق المزدوجة لم يتم ربطها لم يتم إنشوا مشروع لربطها بولايات معسكر ولاية سعيدة غير مبرمج وغير لم يتم إنجازه ثانيك بولاية تموشنت وولاية للمسان إلا طرق طريق الوطني رقم 13 عن طريق طلاق اللي يربط عن طريق الولايات بالجنوب الغربي هذه هي إطارة والمشكلة العاوية التي تعانونها بوليات سبل عباس بالأخص أماكن طرفيه متخفش عليك أنه بالعباس لا يوجد بها أماكن أطر فيه دلالة أنه عندنا بحيرة تحسيد محمد بن علي الآن انطرقت مؤخرا إلى أنه السعي كنواب ولكسلطات ودائية أنا نسعى أنه يتم استخراج عقد الميلاد تح إن شاء الله إن شاء الله تكون هذه في الأيام القادمة القادمة أو الصنة القادمة إن شاء الله يكون تسويت العقد الميلاد تح هذه البحيرة وانتمنى تكون تمنح لشركة مؤسسة وولائية للقيام بهذه لأن مبالعباس المنتجع الوحيد لساكنة سبل عباس هو سلم حد من علي نزيد التنقن تم أن كين بشرة لوليات سبل عباس أنه سوف يتم برمجة منطقة العطوش توسع السياحي زست ربما في الأشهر القادمة التي كان بعض التحفظات من تأرض الغابات سوف يكون فيه الخير على مبالعباس وتصبح المنتجع الثاني لهذه الولاية لساكنة هذه الولاية حتى لتنقنها إلى ولاية مجاورة إن شاء الله سنتطرق إلى كل هذه المشاكل خلال عدد اليوم بداية سيدي ربما أكثر ما يؤرق المواطن هو مشكل السكن والعينة دائرة سيدي بالعباس التي جعلت من حلم السكن كابوسا يطارد الساكنة فمثلا لدينا ملف الطعون لحد الآن لم يتم الإفراج عنه فإلى متى؟ مع العلم أن الإدارة المعنية في العديد من المرات ترفض استقبال المواطنين في حد ذاتهم؟ والله ما تخافش عليك أنه يوجد سكنة ملف السكن في سيدي بالعباس في شقين الشق التساهمي الألبية المعروب الألبية والشق الاجتماعي الشق الاجتماعي كان مرحل بعد تعليق القائمة من طرف اللجنة الضائرة التي ترعسها سيد رأس دائرة حسب المرسوم التنفيذي رقم 142-8-0-8 هو أنه الطعون بصحيح لما كانت الطعون مؤسسة لا تأخذ بالإحتبار خطرني نص تنص المرسوم التنفيذي أن الطعن يجب أن يكون مؤسس الطعون الكلام كثير على الطعون إلا أن إذا كان الطعن مؤسس لا يأخذه بالإحتبار وهو ما تجلد أنه تم ترسيم القائمة وتم إسكان السكن إلا أن بالعباس في السكن الاجتماعي قبل أن نعرج على السكن التساهمي ترقى والمدعم أن حصة قليلة وأما أكهل وليس إدب العباس بل أخص في السكن هو النزوح أن النزوح كانت كي نقوله مركز عبور للقاضاء على مركز عبور هو ما اكتسحها السكن كان هم السلطات المحلية سابقا أنه تلقى ضاع على هذه المركز العبور بواقع ذلك المواطن كي نقوله إحنا يتسنى بالدرجة الحصة تاعه بس كنت تروح الحصة الأكثر لهذه المركز العبور هو ما خلأ أزمة السكن عويصة في الاجتماعي إلا إحنا عدنا أمل كبير مع سيد وزير السكن ورهو عدنا خلال ربما في خلال شهر هذا الشهر الجاري شارجوي عادي يمد حصة إضافية إن شاء الله بتاع البرنامج تألفين ثلاثة وعشرين حصة إضافية لسيد العباس على الأقل لفك نسبة قليلة عن أزمة السكن ولكن سيدي كانت هناك وعود من طرف دائرة سيد بالعباس أنه سيتم الإفراج عن قائمة الطعون الذي قيل عنها أنها جاهزة ولكن إلى متى الساكنة انتظرت أول نوفمبر ثم خمسة جوليليا ولا ترى أنه والله باش نعطيك كان عندي اتصال مع السلطة الولائية أنه اللجنة مازال تعمل وفي رقب تحقيق مازال ما تكملش في المهام تاحها ما تنجمش تتابط بالتوقيت إذا لم يتم إجراء والانتهاء من عمية التحقيق حتى لم يتم إخصى أي مواطن أي طالب ساكن لم يخصى وما يدرش الملف في الساكن ما تخفيش عليك أنا لم يدرش الملف في الساكن أي مواطن إذا لم يتم الخروج له لجنة التحقيق نحن نظن أن تكون الحصة مبرمجة خلال عيد الثورة أول نوفمبر إن شاء الله على حساب المعلومات تكون جاهزة قبل أول نوفمبر للتوزيح هذه الساكنة إن شاء الله وبحديثنا عن الساكن نتحدث عن الساكن الترقوي المدعم وهو أحد أكبر الملفات الملفات النصب أقول والإحتيال للمرقين العقاريين داخل الولاية فرغم أوامر والي ولاية سيدي بالعباس السيد سامير شيباني بإنشاء مشروع للضحايا منذ بداية سنة 2023 لم يتم البدء في المشروع لغاية الآن ما تفسيركم؟ من تخفيش عليك أنه في هذه الفطرة هذا المشروع باش تكون بشرة خاصة حصة 150 ساكن أنه سوف يكون الانتلاق في شهر سبتمبر فتنا بمرحلاته أنه تم إضراب مهندسين المعماريين المشكلة هو لأثر الإضراب لخل باش هذا المهندسين المعماريين مشاركوش المناقصة لاختيار مكتب الدراسات للإنجاز إلا أنه تم اختيار مكتب الدراسات بعد عودة مكتب الدراسات إلى مزاورة نشاطهم تم إعلان مناقصة وهو سوف يتم اختيار مهندسين المكتب الدراسات في الأيام القليلة القادمة وعلى ذلك سوف يتم شروع في إعداد دفتر الشروط وانطلاق مناقصة لإنجاز 150 ساكن سوف تكون في بداية شهر سبتمبر أو آخر شهر سبتمبر على الأقل التقدير إن شاء الله تعاني عاصمة الولاية من تدهور كبير حتى أن العباسيون باتوا يخجلون مما آلت إليه تراكم الأوساخ والنفايات العشوائية إنعدام الإنارة العمومية في عدة أحياء وكذا إنعدام المساحات الخضراء والعينة من المقطع إلى مقطع حالة مزرية للعشب حتى الأشجار يتم مقصتها بطريقة عشوائية وليست بنفس المستوى ما يدفعون للتساؤل هل المجلس الشعبي البلدي عاجز عن التكفل بأبسط الأشياء والله ما تخفش عليك حجم بحجم بحجم بوليتي بن عباس تطلب جهود كبيرة وتطلب إمكانيات كبيرة أنه تم مؤخرا إنشاء مؤسسة تعالى تسير المساحة الخضراء وتعالى الإنارة العمومية وتعالى المقامر أينما تعينا إطار على رأس هذه المؤسسة العمومية التي سوف تنطلق لتفادي الإختلالات والمشاكل التي كانت مطروحة سابقا سيادة أنه البلدية تعجز بالموظفين لو لم يكنش مؤسسة ويكون عندها طاقم إداري صارم لتوفير المتابعة لهذه المشاريع يبقى المشكلة دائما مطروح تبقى دار لقمان على حالها إلا إحنا تفعلنا خيرا أنه بعد التنصيب هذه المؤسسة العمومية على مستوى البلدية سيد العباس بيك المكلفة بالإنارة العمومية والمساحة الخضراء إن شاء الله تسترجع بالعباس باريقها هذا عاد حالة الطرقات المترئة حالة الطرقات المترئة كان ما تخفاش علي كان يتركت سابقا أنه سابقا كانت المجلس سعبي بلدي مجمد وكانت مشاكل اختلالات خلال هذا العداء هذا المجلس راي يخدم على قدم موساق نتمنى راي ينطلق في المشاريع والأهم في النظرة الاستشرافية للمسؤولين أنه قبل تسفيت الطرق لازم يتم معلجة قنوات صف المياه وقال قنوات المياه تفاديا نديروا التسفيت على الطريق ونحفروا وهذا ما أكهلت هذه الولاية سياسة بريكولاج نحن نريد أن تفاديا ذلك سياسة لأصبحت حديث الشارع وأصبحت المواطن يتأثر منها خممنا نجحة بالبلدية خممنا أنه يتم إعادة النظر في القنوات صف المياه التطهير وقنوات صف المياه صريحة للشرط كي تنتهي من هذه القنوات يتم مباشرتان في التسفيت الطرق ولاية سيدي بالعباس ولاية شبه معدومة من حيث المرافق التسلية والترفيه ما تعليقكم أنا قلتها سابقا أن مدينة سيد بالعباس محقورة في هذا الإيطار أنه إحنا من تخفش عليك في سنة 2017 كان استرشلنا خيرا أنه ممكن يوجد مشروع بشاركة ألمانيا إماراتية بخمسين هكتار مركب سياح سيوسع وتم اختيار الأرضية عن طريق المزدوج حول المتوجد بجانب سكنة العدل 2020 إلا هم شمدة أنا تم مؤخرا تم مرسلة سيد سيد وزير الأول أنه تم وزير المالي على في هذا الأمر أو سوى التجميل أنه سوف يتم يخذه بالاحتبار مجددا في هذا الأرض خلق واحدة الخالل أنه سوف يتم بعد الاستثمار و بعد توقف مشروع قانون الاستثمار ومؤخرا نحن عادة اصدار ناتا قانون الاستثمار وزدنا نتمنى أن يكون هذا المشروع الهام يعود يحيى من جديد ويكون بمكانة سيدي بالعباس عكس الولايات الأخرى التي تعرف ربما عدة مرافق تسلية عدة حدائق عادة بسيدي بالعباس لا تخفش عليك سيدتي أن مدية بالعباس كانت عندها حديقة تسلية من الولايات الأوائل إلا رأيها مغلقة المشكلة فصل العدالة ومشكلة على مستوى العدالة ولم يمتفصله بعد إلا نحن نسع جاهدا بماعة سلطة الولائية أنه يتم هذه الحديقة التسلية لازم تسترجع لمصالح البلدية ولصالح ساكن سيدي بالعباس أيضا أغلب الولايات بها مراكز تجارية كبرى لما لا يتم إنشاؤها بالولاية ولم تخفش عليك لدينا مركزين تجاريين سوف يفتحون عن قريب كي أن مركز تجاري سيكون في سيد جيلالي كما يقولون فيها في سيد جيلالي جديد هذاك وعدنا مركز في حي الانتياز الأخر أنا أنتظروا يتم ولكن السؤال يبقى مطروح هل سيكون بمستوى المركز التجارية التي هي عادة ربما بوهرانت موشنت مستغالي نحن نتمنى الراكب هذاك الركب نتمنى هذي يكونوا أممكن نقولوا الأقرب لهذه المراكز ونتمنى من بعد يعني كي نقولوا مركز تجاري لازم يكون فيها ماركات فيها يعني كل المتطلبات أي شيء تحب تشريط القاتمة موجود هذه تبقى على مركز تجاري تبقى على حتى لموزنة النشاط حتى صاحب الاستثمار ليبني مركز تجاري لازم هو يدير معايير حتى الألعاب الألعاب يأخذهم خلال هندسة تعل المشروع تعل المركز بحذاته وزيدة كي نقول نحن في خلال اختيار النشاط يفرض نشاط يكون يليق بهذا المركز تجاري حتى ينافس المراكز المتوجدة في الولايات أخرى حتى يستقطب الزوار لما لم يتم استغلال بحيرة سيد محمد بن علي التي استرقتم إليها في المقدمة والله ما تخافش إليك أنه بحاسد محمد بن علي لا يوجد لها عقميكية ما عندهش أساس ميكية نقوله تابع البلدية عين تريد نقوله تابع البلعباس البلدية سيد العباس نقوله الولاية وفيها عدة قطاعات متدخلة قطاع الغابات قطاع البيئة قطاع المياه السياحة البلدية لهذا احنا كنواب وكسر أن نجتهد باش يكون عقد الميكية عقد الميلاد تحذي البحيرة ونحن نتمنى تكون العقد الميكية من هذا ونحن طلبناه باش يكون عقد الميكي لصالح الولاية اللي على عثرها الولاية تخلق إنشاء مؤسسة ودائية بيك ودائية لقيام بعملية ستسير هذه البحيرة حتى تتكون في متطلعات ولاية الجهة الغربية وربما يتم ربطها أيضا بالعطوش ربما مع زيادة كان مشروع التوسع السياحي التي سوف يفرج عنه قريبا بعد رفض التحفظات التي كانت من طرف إضاءة الغابات أين كان تم توجيه عدة مدخلات وعجلة أسئلة شفوية لمسؤول القطاع الفلاح والغابات أين تم رفع هذه التحفظات سوف تفرج عنها قريبا عن طريق نص تنظيمي وفي هذه الحالة إليك زدنا حققنا عقد الميلاد تعالى محمد محمد وربطها بالعطوش تكون استقطاب للزوار أكثر وتكون مدينة سيب العباس مدينة سياحية وبالحديث عن العطوش لما لا يتم إعادة تأهيل وفتح مركز الخاص بمرضى الربو والله تم هذه المرسلة سيد وزارة التضامن ووزارة التضامن عندها نظرة أخرى إلا زدنا عودنا تصلنا بسيد الوالي باش يحيي هذا الملف من جديد وإحنا قلنا له ممكن يعطيه المؤسسة مؤسسة عمومية تابعة البلدية أو لا على الأقل لإيجاره في وقت في فصل الصيف لبعض المؤسسات التي تقوم بإجراء كاراء لفائدة موظفيها أو لأبناء موظفيها نحن نتمنى هذا الأمر يروح في هذا الصالح باشت هذا المقار وذلك المرفق ما يكونش ما يكونش كيف نقوله مهمل الأقل يعاود يسترجاع الباريخ وهذا المقر في حب بعد التوسع تعالى عطوش تعززز ونديره استثمان ثم يكون عندها قيمة ويكون عندها مكانة مليحة تستقطب الزوار أكثر وأكثر ينعش السياحة ينعش السياحة نذهب إلى قطاع النقل لماذا لا يتم فتح خطوط أخرى لطرامواي لفك العزلة وتحرير بعض الأحياء لا تخفاش عليك أنها بعد الدراسة أنه يوجد ربط الجامعة وربط حي المقام على مسافة 3.5 كيلومتر المشروع جميدة ناظرا للفترة الصعبة التي يفتن بها الجزائر من حي المقام أو حي الامتياز إلى سيد جيلالي حتى لما بسيارة الأجرة تخجل من بعد المسافة يعني لازم يكون ترامواي هي متخفاش عليك أن الدراسة أتمامت لربط حي المقام والامتياز والجامعة على مسافة 3 كيلومتر لكي يكمل لكي يتمام المشروع إلا أنه ذلك الظرف في إطار ترشيد النافقات تم تجميد المشروع إلا أنه تم مرسلة السيد وزير النقل معوز المالية سوف يتم في خلال القانوانين المالية القادمة إن شاء الله سوف يتم رفع التجميد عن هذا المشروع لإتمام هذه المسافة تحت 3.5 كيلومتر لفائدة حي المقام وحي الامتياز بالجامعة الأحياء الجديدة الجديدة ومن الترامواي نذهب إلى محطات النقل البري ألا يجب إعادة النظر في مواقع تغلقها وفتحها والله مؤخرا تم الاتصاب بالسرطات الوليء خاصا في فسط الصيف أنه تم ربط متخفى شريك أنه تم مركز الفلوسية أنه تم وضع ألعاب لفائدة ساكنة تم طلبنا من السيد مدير النقل أنه سوى مع طريق السيد الوالي أنه يتم تمديد ساعات العمل إلى حتى الساعة متصفة ليل ونصف حتى يكون لصالح فائدة للمواطنين يشتكي المواطنون من تجاوزات سيارات الأجراء بمحطة بمحطة سوغرال زيادة في التسعيرات وزيادة في التسعيرات أقول وعدم احترام القوانين فأين هي شركة سوغرال وأين هي مديرية النقل من كل هذا والله سيدة سؤال مهم بسحة مشكلة هنا يبقى في ذهنيات المواطن حتى المواطن ومديرت النقل متوصل لها الشكاوي إذا كان المواطن راح كان ضحية هذا الأمر عنده رقم الأخضر المصالح الأمن عنده رفع شكوى يدي الرقم يتصب مديرت النقل ثم كم يتحرشت الأمور تبقى على العاتق مدام ما بلغش على هذه التجاوزات وهذه الأمور مديرت النقل ليس له هايد ولكن إذا كان مواطن خارج من الولاية ليس له الوقت لاتخاذ كل هذه الإجراءات ولكن تبقى نقطة سلبية للولاية تبقى هذه السيدة والله من تقفى شرك تبقى ثينيات إلا المواطن إحنا معروفين بالكرم إذا جاء مواطن من خارج الولاية وإحنا ما قمنا جميل في وليس سيدة بالعباس أو تكون تولد سمت عارة لنا يجب المواطن إحنا هذا المواطن يحترف بأنه يقدم خدامات وفي إطار تحسين الخدامات هو التكفل بالمواطن بالدرجة الأولى يجب تنكى على الثانية ذلك أن يطرحوا الإشكال آخر أنه يجب على المواطن أنه تكون عنده ثقافة بس كما الهاتف تاعة ما تطورش بزاف سيدة ما الهاتف تاعة يتصب لقم الأخضر في الحين يتم التكفل به مباشرة والمكالمة مجانية لازم المواطن يحط المواطن يحط هذا الزبون يحطه فيه في الأمر الواقع حتى نقضي على هذه السلوكات التي لا تشرف القطاع بصفة عامة ولكن أيضا بصراحة هو تهاون من قبل الإدارة المعنية يعني مثلا نجد سيارات الأجرى ربما خاصة سيدي بالعباس وهران لا يركونون السيارات في المكان المناسب لهم برك عند مدخل السوغرال ويتم إعادة الطريق هنا ما تخفش يكبر السوغرال ولا رأيها مؤسسة اقتصادية وهنا يبقى وهي كش يرجع سيدتي لذهنية المواطن المواطن لازم تكون عنده ثقافة أنه يروح للمكان المتواجد أين تركن السيارات إلا كان المواطن هو شارك ونقولها لك بالدريجة العمية باش يفهمون للمواطن أن المواطن هو مشاعد سيارة بعيد سوف يدير هو رأي شجع على هذه السلوكيات نرمارمو المواطن تكون عنده ثقافة أنه يروح للمكان المواطن ما أعطاش الأهمية لهذا الأمر هو رأي شجع على هذه الردعة ورغم كل التضمرات ورغم أنه كانت هناك خرجة استعلامية للمسلس الشعبي الوطني إلى سيدي بالعباس لا تزال الولايات عاني من نقص في مدة الحليب والله كي نص تنظيمي باش نبرلك في هذا الإطار كي نص تنظيمي غادي يصدر عن قريب أنه يتم تقليص بدرة الحليب ويروح للتدعيم لأصحاب الملبانات باش يكون الحليب متوفر ويكون في متناول الجامع بسعر في متناول المواطنين ما تخفى شعلي كنا السيدة ونفتح لك أنه بدأ استيراد مدة بدرة الحليب أكهلت ميزانة الدولة ما تخفى شعلي والمواطن هذا هذا مدعم إلا أنه المواطن ذلك نص تنظيمي حسبات صريحات السيد وزير الفلاح في الإطار أنه سوف يزور هذا النص يشجع الإنتاج المحلي ويعطي المنافسة للملبانات حتى يكونوا في متنم متطلعات المواطنين النائب نائب نائب عن ولاية سيدي بالعباس الولاية الغنية بجنوبها الفلاحي النائب الملقب بأسد الجنوب لطالما رفعتم عن هذه المنطقة أحدثنا أكثر والله أنا لن تخفش لك أنا نائب عنه سيدي بالعباس كاملة والجنوب قاع عنا الولاد سابقا إلا أنه المشكلة العاويس نحن في جنوب سيدي بالعباس بالأخص كانت بالعباس معروفة عامة كانت قطبا إلكترونيا بامتياز كي توجد مصنع مؤسسة الإلكترونية أوني بالتاب مغلق ومقر مرفق هائل مرفق في رأس الماء ثاني تابع المؤسسة الإلكترونية زيدة بالعباس والجنوب ما تخفش إليك أنه يعاني وليه أصبح مطلب الجاميع الطريق الوطني الثلاث عشر الذي ينادو به الجاميع أنه سوف يتم إنجازها عن طريق مزدوج يحتاج وهي بوابة الصحراء كي تروح نتاميث لجنوب سيدي بالعباس رهي ربطك بولايات الجنوب الغربي هذا الجنوب كان يختص إلا أنه في الآوين الأخيرة مع هذه المشاريع طريق المزدوج وشوف يكون ثاني كمصنع أوني يكون فالخير وإعادة النظر ثاني فيما ما حد عوان إدارة الغربات الذي كان يستقطب الجهة الغربية قاع الوليسي بالعباس ومدينة الأطلاق بالآخص نحن نتمنى من بعد الطريق وإعادة هذه المصانع المغلقة لباحثها من جديد الجنوب يتنفس وهل سيتم الإفراج عن هذه المصانع حسب المعلومة لعدنا الوعود شوف ينطلق مصنع تلاق في حدود هذه السنة عن طريق شاركة نحن نتمنى يتحقق هذا المشروع ورانا نادينا أنا شخصيا نادي تسيد وزير الصناعة السيعون أنه يقوم بزيارة لهذه المصنع حتى ومشي غير لا بصفة عامة قام مصنع المغلقة في وليسي بالعباس على سبيل مثال النسيج بمسطن إبراهيم مصنع السكر اللي كان في الثمانينات والسبعينات في سفيزف كان ينتج السكر ومعروف هذه المنطقة وقعب السيد بالعباس بالفلاحة وإنتاج مادة شمندر عدد ما عدنا مصنع في بنباديس مغلقة نحن نتمنى طلبنا مسيد وزير باش يحخصصنا على الأقل يومين من الزيارة لإعتباح هذه المصانع التي تحتاج لشراكة لإعتباح فيها من جديد وهذه الشراكة وبعث هذه المصانع من جديدة ترفع من الإنتاج جزيزة القاضاء على البيطالة زيدة مدام عدنا حناية لبرنامج السيد رئيس جمهوري خاصة بعد إصدار قانون الاستثمار وغادي يصدر خلال هذا الأسبوع ولا على الأقل بعد نصف من الشهر الجاري قانون اللي كان ينسنوه الجاميع الاستثمار الصناعي سوف إن شاء الله هيكون الباب ينفتح أكثر وتوليب العباس كما كانت عليه سابق إن شاء الله أيضا جنوب ولاية توليب العباس معروف بالفلاحة وأيضا هناك تدمر من قبل الموالين بسبب غلاء الأسعار هل تقربتم إلى السلطات المعنية والله نتفاشي لي كانت عندي سؤال شفاوي مع السيد وزير الفلاحة أي طمنا على المباشر أنه سوف يتم زدور مستنظيمي في خلال شهر سبتمبر من السنة الجارية أين يتم متدعيم كان مقبل كان يتم دعم كنقوله احنا بالدرجة إلا النعجر وذوق هذه يتيم هذا النسطنطيمي في العلف هذه تتم تدعيم النعجر كي مقلوا بالحولية والحولية كي مقلوا بالحولية والحولية وهذه دلالة أن الموالة الموالة تنقص عليه التكلفة لهذا وهذا هذا الأمر طرقنا له بسكو أخناتها جعونا عنه حاوشوف في آخيرا أنه تم غلاء أضحية العيد زيتة اللحم الحمراء عرفت أسعار لاهيبة مما هذه خمت الدولة في هذا الأمر وكان بشرني السيد وزير الفلاحة خلال إجابته عن سؤال الشفوية الموجهة له في هذا الإطاع أنه سوف في شهر سبتم سوف يصدر هذا النسطنطيم لتدعيم الموالي نعود للمكرى كنا قد صرحنا أن سيدي بالعباس ماضيها أفضل من حاضرها ومستقبلها مجهول نفس الشيء بالنسبة لفريق اتحاد بالعباس وانترح مع الأب الروحي للفريق الدكتور حساني عبدالقادر أحد أعمدة ولاية سيدي بالعباس أول فريق استعمل السكوك البريدية لدفع مستحقات اللاعبين من منح الإمضاء ومنح المباريات أول فريق ذهب ببدلة رسمية لحضور مباريات كأس العالم بإنجليترا سنة 1966 أول فريق انتهج سياسة الاحتراف لعب له أول أسطورة في تاريخ كرة القدم الجوهر السوداء العربي بنبارك وغيرهم من الأسماء أول فريق كان يقيم تحضيراته خارجا بتونس واليوم للأسف هو يتخبط في الأقسام الدنيا ما تعليقكم وهل المشكل مشكل رجال بصراحة والله شوفي هذا فريق اتحاد بالعباس تنتأسف كل أسف إلى ما وصل إليه وهذا بسبب اللجان المترطبة عن هذا الفريق الذي لم كان واجب على هذه اللجان تقديم الاستقالة ومنح الأشخاص الذين يمنحون ثقة لهذا الفريق ويردوا للإحتبار وإرجاعه إلى مكانة الأصلية خاصة بلا مدينة سبلعباس كانت معروفة بهذا الفريق ومعروفة بملعبها الملعب التي سوف يعرف عمل الترميم نحن نتمنى من هذا المنبر حتى ملعبها ملعب 24 فبراير هو من السيء للأسوأ يعني من العلج الشبه الطبيعي إلى العشب الإصطناعي وما تخفى قبل أنه سوف تم برمج خلال هذه السنة أنه بإحتبار له وتم الدراسة سوف تنتهي عن قريب لتخصيص لتحديد المبلغ التهيئة لهذا الملعب نحن نتمنى أن يكون هذا المنبر أنه على الفريق المسيّل لهذا الفريق العريق أنه يتم تقديم الاستقالة ومنح أشخاص آخرين الذين يقومون بإسترجاع هذا الفريق إلى مكانة الأصلها الأصلية وإعادة أمجاب هذا الفريق والمنافسة على المراتب التي تشرف هذا الفريق بسفة العامة وإذا كانت ديون المالية هي سبب الهبوط الحر وسبب اندثار استحاد بالعباس لكن ما يخفاش علينا أن شركة الوطنية هي حكر على بعض الأندية والله هنا تطرقت ما تخفاش عليك للسيد سيد وزير الأول سيد وزير شاب برعنه لازم يتم تعيين شركة لتسير هذا الفريق إلا أن المؤسسات هذه الشركات يبقوا هما أحرار في الاختيار لأي فريق ما تخفاش عليك هما أحرار مؤسسات اقتصادية وشركات إلا نحن نتمنوا لأول الحاجة يعاد الفريق هذا لازم يقدم الاستقالة ما دام مرتبط بالديون حتى مؤسسة ولا شركة ما تجيش تتسير فريق وهي عليه ديون هو الشركة هذي اللي يجي اسكو سؤالي يبقى متروح اسكو هذي الشركة تجي باش تتسير فريق الاخر ولا تزديد الديون لازم نحن نرقو الحل لهذا الفريق لأنه لازم لجد شركة تتخل تتخل شركة تنطلق من نقطة سيفر ما تنطلقش من نقطة في آخر نقطة تبدأ من نقطة سيفر لاخذ هذا الفريق نحن نتمنى هذا الطاقم المسير لهذا الفريق تكون عنده الشجاعة ويقدم الاستيقاف ومن الرياضة نذهب إلى الفن والثقافة سيدي بالعباس مدينة الشعر الملحون والراي الجزائري مصطفى بن براهيم أحمد زرقي عبد المولى المداني الريميتي الجنية المقلش قادر تزير راينا راي والشاب ياسين وغيرهم من الأسماء الكبرى ومع ذلك يعاني الفنان من التهميش داخل الولاية وانعدام الحفلات مع العلم حتى مهرجان الراي أخذ إلى وغران والله ما تخفى شعليك أنه مؤخرا كان ترخت قادر راينا راي لساب المثال الذي كان يعاني في صمت وعلم عن الشاب ياسين ولا ذكركم لقادة قادة حتى أنه التهميش الذي عانى منه جعله ربما لا يترك الفن والله كيتو فين تيا بصفة عامة أنه ما وصل إليه الفن الجزائري بصفة عامة وليس حتى فنان يولسي بعباس الذي لأكل لهم كل احترام والتقدير أنه ما دام مصدرش قانون خاص بالفنان الجزائري الذي يحفظ كرامته والذي قدموا الكثير لهذا هذا الشعب الجزائري هي لازم كدولة وكعلى وزارة الثقافة أنه تخمم بإصدار قانون يحفظ كرامة الفنان وهذا انتظره الجميع زيد من تخفش عليك أنه إذا كان الفنان ليس له تأمين يقدم الكثير وفي أعز عطائه ولما يكبر أين يروح هون يروح هذا هو المشكلة المطروح هذا ما خلى أن الفنان ولما يبدأش برسكو يشوف روحها بالليه ما يبدع ويمدح ويخرق الاتسامة في الشعب الجزائري وجمهور الجزائري وفي الأخير ما يلقاش حتام مثلا نقول لك بالدرجة ما يلقاش حتام بشي قوة ولاده احنا عيبوا لنا عار عيبوا عار أنا طلبت من السيدة وزيرة لازم ماتا يتم إصدار قانون خاص بالفنان بسهو كان بعض الفنانين الذين ينافسون فنانين في العالم إلا أنه نظر لإصدار الإمكانيات وقلة التكفل بهم اجتماعيا وخلاته يتراجع شوية الوراء نحن نتمنو من هذا المنبر أن وزار الثقافة يعاد تنظر في إصدار قانون خاص بالفنان حتى تحفظ لها كرامته ولولي الفنان لا يخمم في أمره يخمم إلا في إسعاد الشمور الجزائي النائب مير محمد كلمة ختامية والله في الأخير نشكر نشكرك كالأخت إكرام ونشكر قاناة طاقم الصحوفي لقاناة عنوان التي أصبحت في تزايد مستمر وفي الأخر وأصبحت تنور وصبحت تزاحم بعض القانوات التي كانت سابقا سابقا عليها أتمنى لكم النجاح والتوفيق ونتمنى من هذا المنبر للشعب الجزائري وساكن سيد بل عباس التوفيق والصحة والهناء لجميع الشعب الجزائري وخاصة ساكن سيد بل عباس شكرا لكم أيضا على الاستضافة مرة أخرى دمتم في خدمة المواطن والوطن الوطن الحبيب الجزائر وخاصة في خدمة المواطن العباسي حتى لقبكم بأسد بل عباس والله سيدانا من هذا المنبر وأعده نكرها أني في خدمة ساكين سيب العباس وكل ما أقوم به أحس أني لم أقوم بأشيء خطر مواطن سيب العباس يستهل أكثر وأكثر شكرا لكم إلى هنا مشاهدين وصلنا وإياكم لنهاية عدد اليوم من برنامجكم الأسبوعي من قلب البرلمان وبالمناسبة نهنئ كل الفائزين في شهادة البكالوريا وحض موفق للراصبين شكرا لكل الأستيدة وكل الأطقم الإدارية المرافقة للتلاميذ شهادة البكالوريا نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله ضيف جديد وموضوع متجدد نفس التوقيت نفس القناة إلى اللقاء